يقول المصنف قاضي أبو شجاع والشارع وهو ابن قاسم الغزي والمحشي وهو الإمام البيجوري رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومين في الدارين أمين المحشي مش المحشي لأن بيبقى فيه تصنيف يبقى فيه فيه مصنف وبعدين المصنف يتشرح مصنف ويبقى اسمه شارع شرح الشرح اسمه إيه؟ حشي فالحشي دي ليه شرح الشرح فتملا لما تقول الشارع يبقى شرح مصنف وما تقول محشي يبقى شرح الشرح فتملا لكتبه حشي كنا وقفنا على باب الطهارة أو كتاب الطهارة ووقفنا على قوله والطهارة صفحة 24 والطهارة يقول لما تكلم على المضاف وهو الكتاب الكتاب الطهارة فبقى كتاب ده مضاف والطهارة مضاف إليه فتكلم على كتاب وإذا يمنين أصلها اللغوي وبعدين معناها بعد كده المصطلح عليه ثم تكلم بعد ذلك على الطهارة شرح يتكلم على المضاف إليه وهو الطهارة ممكن تقول وهو وهو تنفع بضم الهائي وتكون الهائي قراءتان وهو وهو نحن في لغتنا المصريين يقول لك وهو كذا يعني وهو كذا هي هي لغتان صحيحتان وبها ما قرأ القرآن يعني قالون يقول وهو على كل شيء قديم قالون عن ناس في حقص احنا نقول وهو على كل شيء قديم دي تمشي ودي تمشي وهو الطهارة فقال والطهارة بفتح الطاء سيأتي مقابل في قوله بضم الطاء لأن في الطهارة والطهارة والثهارة كل واحدة بمعنى الطهارة بالفتح غير الطهارة بالضم غير الطهارة بالكسر النظافة يبقى الطهارة هي النظافة يبقى النظافة دي شيء مطلوب لأن الطهارة شيء مطلوب وعشان كنت احنا قولنا لما يقول لنا البنطلون دا درتي هلقبطلنا لغة هيخلوا هيخلوا البنطلون الجديد اللي انت بتتشيك به وتبع مبسوط به اسمه قذر فهيغير لك حتى مفهوم معنى اللض تقوم تعتاد الاول اللض وبعليم بعد كده تعتاد معناه ما هي بالتدريج ولو يجي بعدك مش شرط انت لان هما بيخططوا الميث سنة ومئتين سنة زي ما كنا بنتكلم الصفحة في الازهر ان هما حالوا بيننا وبين المصحف حفظا فلغوا الكتاتين وبقوا يتريعوا على الناس اللي تحرق حتى وحنا طالبا نقول ده ولا تحفيز ده ما بيفهمش حاجة اشاعوا فينا ان اللي يحفظ يبقى ما بيفهمش حاجة الاول فبكرهنا الحفظ وقال لك لا يفهم فيبقى اشاعوا ان الحفظ ده حاجة عادة وحشة في حين ان الحفظ لا يحفظ الا النبيه الزكري بالتجربة ثبت كده انه محدش يعرف يحفظ حاجة ده كان عنده نباهة لكن هما قالوا لنا لا ده وات جغبي ده ما عارفش حاجة اللي يحفظ صح مش كنا بنقولها واحنا في التدائي وعدادي يبقى كرهونا في الحفظ فلما كرهونا في الحفظ منعوا كمان الكتاتين والترياءوا على المشايخ اللي يحفظوا العيال في القرآن يجبوهم في المسلسلات وفي الافلام في صورة ناس لبسوهم رسل مضحكين كوميديين يتكلم بالقاف وبالحاجات الغريبة والناس يتحك عليه يبقى هتزاقوا المشايف في الاعلام وبعدين كرهونا في الحفظ وبعدين بمرور الوقت كمان أفلوا الكتاتين وبعدين بعد كده كمان كرهونا في لغتنا فما عرفناش اللغة العربية كوي وبعدين دخلونا المدارس الأجنبية نتعلم الإنجليزية والفرنسية وإحنا ما نعرفش العربية وبقى كي جي وان وكي جي تو وإيفور أبل وبي فور بول والعايد الصغير اللي لسه عمسكين محفظت الفتحة قاعد يذكر إيفور أبل وبي فور بول وهو ما يعرفش لغة وفرحانين إحنا بالشغلان دي وكلنا إحنا عايشين المشكلة دي وبعدين مش كده وبس وفتحولنا المدارس السبشرية في صورة مدارس فخمة يشرف عليها الرهيبات والقصوصة فرير ميرد جي الجامعة الأمريكية تابع الكنيسة الأمريكية وكان المؤامل فيها كان أسيس ويلبس لبس أسيس إلى عهد قريب والمراكز الثقافية الفرنسية والألمانية كل دي كلها تبشريات إرسالية وبعدين لغولنا التعليم الأزهري أو حطه مش لغوه هم ما لغوهوش هم عملوا جنبيه وزارة موزرات المعارف واللي وضع نظام التعليم فيها دورد كرومر دورد كرومر ده راجل إنجليزي حتى تصور يعني منه أنه هو حيوضع نظام تعليم يعلمنا الدين فعمل نظام جديد نظام الوزارة المعارف وبعدين فتدت الدنيا تمشي والأجيال تعيش والناس تفرح وتربع عيالها واللي يتخرج واللي يعمل دراسات وبعدين يخلف عياله ويربيهم زي ما تربق ويروح يعمل دراسات في أوروبا ويرجع من أمريكا ويرجع مش عارف منين ونتي لغته يقابل الرجل الأجنبي يكلمه بالإنجليزية الفصيحة الجميلة ولو حب هو يكلم الناس بالعربية ليه يغلط كل كلمة يقولها غلط يسبح لغته يغلط فيها ولغة الأجنب ما يغلطش فيها لما بقى الجزائري بيحلم بالفرنساوي وبقى الليلي يتكلم نص كلامه عربي على نص كلام طلياني جوه لغته والمصريين دي كنت عايش معهم وشاي بيقولوا وإيه في لغتهم وهكذا فبقينا أغراب عن لغتنا وبعد دا كله بعدنا عن الحب وبعدين عابوا في الكتب اللي بنقرأ فيها الوقت يقول لك الكتب السفرة تحتقرأ في الكتب السفرة يبكروا هنا في التراث بتاعنا الذين اللي هو بيربطنا كل دي كتمؤامرة كبيرة اتعملت في أول القرن من مئة سنة والوقت بيحصدوا ثمرها ويطالبوا الجيل الغلبان اللي هو ما يعرفش لغته اللي مش حافظ القرآن اللي ما يعرفش مقتديات لغته كويس يقولوا له تعالى حوارنا بقى حوار الأجيان وعايزين بقى تجدد لنا الخطاب الدين شوفت اللعبة ما قدرواش يقولوها من مئة سنة حوار أديان من مئة سنة ما يقدروش لأنه كانوا الناس حافظ القرآن ما يقدرش يلعب مقف وكانت الناس فهمة مقتديات لغتها ما يعرفش يلعب معا جدك ما يقدرش يلعب معا لكن يعرف يلعب معاك انت لأن انت تربيت في المدارس بتاعتهم ويردعوك حضارتهم وبعدوك عن لغتك وكانوا بيحفظون احنا زمان ايام عبد النصر المساخ وبعد كده ما بقوش يحفظوا الناس حاجة خالص للمساخ ولا غيره وبقت الحكاية ماشية بطريقة غريبة لدرجة ان الواحد يخرج مع الدكتوراه وما يعرفش يقرى صفحة قرآن وإحنا شوفنا نات مشايخ الأظهر ما جدوسوش على نات يعلموهم القرآن فصاروا العلماء معهم العالمية ولو أرى القرآن تستعجب ان القراءة دي طالعا من الشيخ ما يعرفش يقرى القرآن مع انه حافظ القرآن لأنه ما أراش بالتلاوة على الشيخ فصارت الحكاية المسألة بقت مؤامرة كبيرة وعلشان كده هم الوقتي بيقول لك سمي دارتي مش مشكلة انت عادي تقول دارتي لكن بعد مئة سنة بقى بقت القزارة هي الشياكة بقت كلمة القزارة تطبق الشياكة والنضاق تغير مفهوم معنى الطهارة إلى معنى القزارة شفت لعب فيها ازاي؟ غيرها بس بالراحة مش هيغيرها في مخة انت انت بس هيستعملك قلة تستعمل اللفظ دون معناه يجي جيل بعد كده يستعمل اللفظ بمعناه يجي جيل الثالث يتقلب المعنى وبعدين اما يجي الجيل الثالث يتقلب مع المعنى يقول له احنا عايزين بقى نتحاور ونتكلم ايه الاسلام اللي انت بتكلم فيه ده وايه؟ الصلاة بمعنى الدعاء لو دعيت كده تبقى انت بالصلاة مانهاش لازمة بقت تحبكها يعني وتروح تصلي الدخ والزكاة بمعنى الطهارة وبمعنى النماء يبقى انت لو استثمرت اموالك يبقى بتنميها يبقى ده زكاة واستثمر المال ممكن عن طريق انك انت تقرض واحد وسعيوم يعلمه الربع على انه زكاة لدرجة ان انا مرة زورت اوغندا سنة السبعة وثمانين فلقيت بعض القبائل هناك عندهم الزواج اسمه الزنا الزواج يعني ان الرجل يبقى ليه علاقة بامرأة بعقد عندهم اسمها الزنا فغيروا الصورة الصحيحة للنب القبيح واخد بالك ازاي؟ فتصور انت هذه القبيلة وكبائل القبائل المسلمة انت تعرفش عام الاسلام هم كان اجدادهم زمن مسلمي من 200 سنة وجد اجيال بعد كده بسبب الاستعمار هناك فغيروا لهم لفظ لغتهم فبقى الزنا عندهم يقتضي بمعنى الزواج عندنا فقال لك فلان زاني يعني فلان متزوج تصور ديك فهم برضو عايزين يلعبوا يقول لك بانطلون ديرتي يعني بانطلون شيك يعني بانطلون نظيف يعني بانطلون حيو شفت اللعبة علشان بعد امتين سنة يبقى لما تيجي تقرى في الكتاب هنا الطهارة بمعنى النظافة تبقى مش فهم يعني النظافة النظافة عندك والقذارة حاجة واحدة بقى فاتلخبطت الامور فدي لعب كبيرة هو مش عايز المسلم يغير اسمه مسلم لا يفضل مسلم بسيبقى كافر يفضل اسمه مسلم بسيبقى كافر ما هو المفهوم الامريكاني للإسلام يكفر يعني الإسلام بتعبهش اللي هو عايز يخليه من غير جهاد واعتراف بالديانات الأخرى والملل الأخرى واعتراف بأن الإيمان بالله واليوم الآخر فقط دون الإيمان بالرسل كافي للنجاة الآخرة هذا هو عين الكفر عندنا وهو عايز يخلي الإسلام كده الوقت واللدرجة أن هم يفكروا يطبعوا طبعات جديدة للمسر ويشيلوا منها بعض الصور اللي منعهم أن فيه أجيال حفظ القرآن اللي منعهم الوقت أن فيه أجيال لسه حفظ القرآن مقدروش يلعب طيب امنع بقى حفظ القرآن 200-300 سنة فيجي أجيال مش حفظ القرآن اطبع لهم اللي انت عايزوا لهم هو ده المسر مش هيكتشف اللي ناقر لأنه أطبع مش حفظ في الحكاية لعبة لعبة بيبنوا ثمرها بعد مئات السنين ما تفرقش معاهم هم عالين ما تفرقش معاهم لكنها مخطط فأنت لازم تكون حريص على هاي وعشان كده يعني أنا حريصت أننا نقرأ من الكتب الأمهات دي عشان نرجع نربط نفسنا بتراثنا عشان نعرف نفهم لغتنا تاني زي ما كانت مش إن أنا أجي ألقص لك الفقه كده في كلمتين زي ميكي ميكي جيب مونات كلها عايزة تاخد العلم في ميكي جيب كده حتى لما قاعد يتسلى عايز برضه يتسلى بحاجة ملخصة حتى بتسليه عايزة ملخصة حتى لما يجي يأكل عايزة سندوتش كله سريع ما ينفع لازم بقى بالراحة اهدى شوية اهدى شوية بقى وتعلم بالراحة ونظم مخك وبالراحة انت عبت تقعد ست سنين في ابتداء عشان تاخد ابتدائية وابتدائية ولا حاجة واعدادية بتلاقي العين ده مع العتاء ولا حاجة وتلاقي نفسك خطبك لروس وانت برضه لسه ولا حاجة واحنا جربنا الحكاية دي كلنا وتخرجنا من الجامعة وتقال لنا ده كثرة واحنا ما نعرفش حاجة عن اي حاجة نظام تعاليم مش مفوش بركة وكان زمان ايام ابويا واجدادكم لللي سنه اصغر مني يعني كانت تلاقي نظر مدرسته مع ابتدائية بس ونظر المدرسة وتلاقي راجل عنده ثقافة عالية وحافظ نص القرآن هو مع ابتدائية يعني انا شوف ناظر مدرسة ابويا كان راجل كدير ابويا عرف ليه ليقول تصدق ده معالي ابتدائية تقعد مع الراجل ده مفيش حادثة تمره قدامه لو اجيب لك بيت شعر عليه يعني راجل عنده علم ثقافة عالية وحافظ القرآن حفظ متين بإلقاء جميل ومعالي ابتدائية واحنا معانا الدكتوراهات واشعرف ما نكوناش ربعه ولا معلومات ربعه اتعلمنا على نظام اللورد كرومر هو اتعلم على نظام مين الامام القرافي والامام الزبيني والامام الحجر ففيه بركة فيه سلسلة علم فيه بركة ونور واحنا سلسلة فيها ضلمة خدت بالك فسلسلة مضلمة مهما نبذل مجود ما تسميرش فاشكده احنا عايزين نرجع تاني لتراثنا وبعدين نحول هذا التراث إلى إلى معنى متعلق بواقعنا علشان نترجمه على الواقع بتاعنا يقوم ينصرح حالنا والامور اللي جدد بعد كده يبقى عندنا قواعد قاعدناه في أزهالنا من خلال هذا التراث نعرف نطلع منها حكم الله فيما يجده مش يضحكوا علينا يقولك تعالى حاورني تعالى عملني ويفرد علينا دين جديد الكفار يفردوا علينا دين جديد واحنا المفروض اننا نفهمهم ايه هو الدين هم جايين يفهمونا تطور الآية قلبت فيقولك هنا الطهارة بفتح الطائي هي المظاقة لغة معناها المظاقة معناها في اللغة كده اي من الاقدار ولو طاهرة يبقى مش كل قذر نجس خد بالك ان النجاسة هو مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لمرق ده تعريف النجاسة كده يبقى النجاسة مستقذر بس مش مستقذر اي مستقذر ده مستقذر مخصوص يمنع من صحة الصلاة يبقى النجاسة نعرفها منين نعرفها بالشرع لان مش كل مستقذر المستقذر بيتعرف بايه بالذوق العام لكن النجاسة تتعرف بايه بالشرع انت ريئك ده عند غيرك مستقذر يعني لما تحب تهزق واحد تتف عليه يزعل لان البثاق مستقذر لكنه طاهر البثاق مستقذر لكنه طاهر طاهر بالشرع العرق مستقذر تحب تهزق بط واحد كده في الحرب ويبقى بينغه ميت لقى نفسك ايه تغسر ايه صحيح اي من الاقذار ولو طاهرة كالمخاط والبثاق يبقى المخاط والبثاق طاهر لكنه مستقذر حسية كانت كالانجاز حسية يعني محسوسة تراها او تمسها او تشمها كالانجاز اللي هي النجاسات الحسية زي البول براز الدم القيح الصديد افرزات المعدة لما تطلع المية اللي بتبقى محيطة بالجنين اللي يسموها يقولك الارنتاش بينزل مع الولادة كان بعض اللي طبعا ما يعرفوش انه دي نجاس لانه ما درسته في كلية النجاسة ولا السهرة ودرس الطب بطريقة الانجلوسكسون فماعرفش ان لما القرن يطلش وينزل المية اللي حوالين الجنين دي وهو بيولد السفت والترتش على بنطلونه تبقى نجي سفت ما يعرفش باستكارة انها طهرة وميقولك دي مية دي الجنين عاين فيك اوخي دي مية دي مية نظيفة اي مية نظيفة ده لو فيها ميكروف فنقول له لا ده النجاسة مش معناها ان هي معقمة او غير معقمة يعني انت لو خدت البول وحطته في الاتوكلاب وعقمته برضو نجب معين ما مفيهوش ميكروف هو متصور النجاسة يعني تبقى يعني فيها ميكروف تبقى حاجة وحشة كده وان الحاجة الثانية اللي مفيهاش ميكروف معقمة كده تبقى نظيفة لا مش كده دي تبقى معقمة طبا لكنها طب ما البول الطبيعي بول الانساني الطبيعي مفيهوش ميكروف ده لو فيه ميكروف الكليا بول ده انت ما بتحلل ويطلعوا ان فيه ميكروب ولا صديد يقولك ايهل سيتعالج لحسن الكليا تجرى لها حاجة يعني البول الطبيعي والغصارة المرارية الطبيعية في الانسان الطبيعي مفيهوش ميكروف نظيفة نظيفة جدا لكنها نجس شرعا وطبا نظيفة معقمة فالطب حاجة حكم الطب حاجة وحكم الشرع حاجة فلازم الواحد يميز سواء كانت هذه الانجاز معنوية حسية كالانجاز الاقضار يعني حسية كالانجاز او معنوية كالادناس فيه انجاز وادناس الادناس حاجات معنوية في الاخلاق واحد حقولي واحد غير قانع بما قسمه الله له غير غابي دي برده اقضار بس اقضار معنوية جوه قلبه دي برده تدخل في وظاره ظاهر الاسم وباطنه في باطن الاسم وظاهره ظاهره الحاجات الظاهرة الواضحة والباطن اللي هو المعنويات واحد كذاب واحد يحب يأذي الناس يحب يطلع على اكتاف الناس يحب يتهم الناس بالباطن كل دي ادناس برده بس معنوية مش مقصدها في كتب الفقه لكن استبر منها من كتب التصوف والتربية والتهزين لكن الكتب الفقه تناول الامور الحسية او معنوية كالادناس وهي العيوب من الحقد والحسد وغيرهما وأما شرعا يبقى الطهارة لها معنى شرعي ومعنى لغوي لغة هي النظافة مواخد بالك والنظافة انك انت تبعد عن الاقذار كل مستخدم دي النظافة اما شرعا مقابل لقوله لغة يبقى كل الكلمة لها معنى لغوي ثم جاء الشرع بمعنى اخر ليه وأما الطهارة عند اهل الشرع وهم الفقهاء وكان الاولى ان يقول وأما اصطلاحا لان هذا اصطلاح لهم وأجيب عنه بانهم قد يعبرون عن اتفاق الفقهاء بقولهم شرعا لانهم حملت الشرع كما تقدم التنبيه عليه فتنبه ففيها تفسير كثيرة اختلفوا في تفسير الطهارة للعلماء من ناحية الشرعية تفسيرات كثيرة الفاء واقعة في جواب اما وأما اصطلاحا ففيها وأما اصطلاحا ففيها فدخلت في جواب اما واقعة في جواب اما والجر والمجرور ليه ففيها خبر مقدم ففيها تفسير كثيرة هي تفسير كثيرة فيها بس احنا قلنا تفسير دي مفتدأ ما ينفعش تبتدي بالنكرة لا يجوز الابتداء بالنكرة فرحمة اخره يفضل المفتدأ بل ستنأخره سويا ونقدم الخبر نقول ففيها تفسير يبقى من المسوغات الابتداء بالنكرة من المسوغات تقديم الجر والمجرور على المفتدأ او تقديم الخبر على المفتدأ ان يكون المفتدأ نكرة فالتبالك وعلى شك كده ده سبب انه قدم ففيه لان الخبر المبتدأ فيها نكرة ففيها تفسير كثيرة وتفسير بمنع الصرف لصيغة منتهى الجموة مبتدأ مؤخر والجملة جواب اما فهي كمهما كما قال ابن مالك في بيت في الالفية والتفسير بمعنى التعاريف لكن بعضها باعتبار الفعل وبعضها باعتبار الوصف المترتب على الفعل وهو المقصود اصله يعني التفسير باعتبار فعل التفسير نفسه وباعتبار المصدر المترتب على الفعل اللي هو المفهوم اما نتكلم على تفسير جاي من تفسير جاي من الفعل التفسير نفسه وقد يطلق عليها معنى المراد من المصدر نفسه وهو الفهم المترتب عليه قدي معنى كلامه شوف ازاي بيحاول يعمقلك مفهومك من اللغة من الكلمة عشان تبقى راجل عميق قصة العلم انواع كتيرة فيه علم بسيط وعلم عميق وعلم نافع العلم البسيط اللي هو يعرفه كل واحد واحد زي الواحدة واثنين المية تطفئ النار علم بسيط مش عايز مدرسة والعلم العميق شوية ان المية عبارة عن زرتين هيدروجين مع زرة اكسوجين مرتبطين ببعض وان الاكسوجين ده غاز والهيدروجين ده غاز ارتبطوا البعض بتركيب معين كونوا سائل والسائل هي مرحلة اخرى غير المرحلة الغازية والعجيب ان غاز قابل للاشتعال وغاز ثاني مشتعل قابل غاز مساعد على الاشتعال والثاني مشتعل يتحدوا مع بعض يعملوا حاجة تطف في النار مش حاجة غريبة دي ودي قدرة اللي هي في الميت فلا اسمه علم عميق لما نقول الماء هي هتش تو او يعني يد اتنين الف واخد بلد زي ده علم عميق علم نوراني نقول سبحان الله بقى الاكسوجين اللي يساعد على الاشتعال مع هيدروجين مشتعج يديني مية يتطف في النار سبحان الله الفاعل المختار بقى علم نافي يبقى العلم درجات في ناس تمشغل بالعلم العميق عن العلم النافئ زي علماء اوروبا تمشغلوا بعلم عميق لكن لم يوصلهم هذا العلم العميق الى الله فحجبوا بالعلم عن المعدوم انما علماء المسلمين وصلوا من خلال العلم الى العلم النافئ الموصل الى الله فلما يجي يوصل للمسألة يقول في الاخر سبحان الله ما يقولهاش الكافر مع ان الكافر مغموس لششته في العلم برضو بعمق لكنه ما عندوش البطيرة اللي بيه طلع منها العلم النور فهو الاول بيعلمك العلم العميق ايه الفرق بين بين الكلمة اللي جاية في صيغة مصدر بمعنى الفعل ولا هي بمعنى مفهوم الفعل او ثمرة الفعل تحتمل دي وتحتمل هو عايز يعلمك العلم العميق مش تقول ايه التفصطة دي يا عمم اتدخلنا بقى تهار احنا عايزين نتودى ومروح دا ما ينفعش الحكاية ما ينفعش الكلام دا لما تبقى في كي جي وان وفي كي جي تو وفي ابتداء انت الوقت بقيت راجل كدير لابد انت تتعلم علم عميق لان انت خلاص ما انت بتتوضي وانت مش مش تطلي معي العيشة ما انت بتوضي وانت ناقل تعرف الودوق والمية ما في الحنفية الساحة تلاقي المية في الحنفية ايه المشكلة يعني المشكلة اننا عايزين نتعلم علم عميق يوصلنا الى الله بس لاننا بقينا في سن محتاجين نركز مش ناخد او نجري دا دا الحكاية الكل دا انا بقول لك علشان تصبر علي لان انا حاسس ان في ناس مش هتصبر علي واعلم فهو مجاز من اطلاق اسم المسبب وهو الوصف المترتب على الفعل على السبب الذي هو الفعل المسبب اسم من اطلاق اسم المسبب وهو الوصف المترتب على الفعل اللي هو تفسير دا وصف مترتب على الفعل التفسير واخد بالك ازاي دا اسمه مترتب على الفعل الذي هو الفعل نفسه اللي هو التفسير وبعضهم جعلها مشتركة بين الفعل وما ينشأ عنه من التفسير الى الفهم التفسير نفسه عبارة عن ان هي الفاظ مرتبة مفتصة مش هو لا السبسير لكن مش المراد ان انا افتص الالفاظ ده المراد ان انا في الاخر افتص فاروح اطلق على الاخر خالص على الحاجة المرادة في الاخر اروح طلقها على السبب من اطلاق المسبب على السبب وبعضهم جعلها مشتركة بين الفعل وما ينشع عنه فتكون حقيقة فيهما واعلم انهم قسموا الطهارة انهم يعني الفقهاء قسموا الطهارة الى عينية وحكمية في طهارة ما طهارة عينية وتهارة ما حكمية ده عند الفقهاء كده طهارة عينية وطهارة حكمية فالعينية هي التي لم تجاوز محل حلول مجبها كطهارة النجاس فانها لا تتجاوز اي لا تتعدى المحل الذي حل فيه مجبه وهو النجاس اذ لا يجب غسل غير محله يعني ايه الطهارة العينية هي طهارة النجاسة نفسها لان النجاسة انت بتشوفها بعينك صح؟ بتشوف مثلا ساوب عليه نقطة براز ساوب عليه نقطة دم ساوب عليه نقطة بول متلون اصفر لكن بول الشتاء ما بيبقاش اصفر يبقى زي المية ما يبقاش فاتبقى لك ازاي؟ لكن البول اللي متلون ده بيتشاف فيبقى ايه دي اسمها نجاسة عينية لما تيجي يتطهر هذه النجاسة العينية الطهارة بتتناول الجزء اللي لمسته النجاسة بس صح؟ ما تتعداش لغيرها يعني تتناول محلها بس يبقى لما ييجي يقع في ساوب نقطة دم على الكم ده مش محتاج اننا نغسل كل الامين اغسل الحفة اللي صبها دي بقى اسمها دي نجاسة عينية لا تتعدى طهارتها عن المحل الذي ايه واجبت فيه ادي معنى كلام الشيخ انما في طهارة حكمية تانية اللي هي الوضوء الوضوء ده انت لما بتيجي تتبوز ده اسمه حدث نقضة وضوء طب ايه علاقة اغسل ايدي ووشي وانا تبولت والبول خرج من ايه من مخرج البول تهمت ازاي انا ايه علاقة وشي بمخرج البول او مخرج البورات ملوش علاقة تهمت ازاي فيبقى هنا في حاجة اسمها حاجة حكمية يعني حكما بس انت ما تشوفهاش يعني ما تشوفش حاجة حصلت في الوجه واليدين والرأس بعد التبول علشان كده محتاج تغسلهم وتمسحهم فيبقى اسمها ايه طهارة حكمية اللي هي الوضوء والغسل لما واحد يصب جنابه او امرأة حاضت فطهرت من حاجته ايه اللي بيبان على جسمها يعني ولا بيبان على جسم الرجل الجنب علشان تقول ده لازم يغسل جسمه ما يبانش عليه حاجة بخلاف النجاسة تبان على الموضع اللي حلت فيه يبقى النجاسة لما تقع في محل يسموها نجاسة حكمية والطهارة المتعلقة بيها يسموها طهارة عينية نجاسة عينية والطهارة المتعلقة بيها طهارة عينية برد لانها بتشيل عنها بتشيل عنها ليه يعني تشيل مكانها لا تلاقي لونها ولا طعمها ولا جرمها لا ريح ولا طعم ولا جرم يعني إذا كانت لها سمك يبقى أنت شلت عين لكن مش محتاج أن أنا أتجاوز المحل بتاحها وابعد عنها فيمسل معنا كلام الشيخ نقرأ ثاني بالراحة وشوف نفهم كلام الشيخ وأعلم أنهم قد سموا الطهارة إلى عينية وحكمية فالعينية هي التي لم تجاوز محل حلول مجبها كطهارة النجاسة فإنها لا تتجاوز أي لا تتعدى المحل الذي حل فيه مجبه وهو النجاسة إذ لا يجب غسل غير محلها يبقى لا يجب غسل إلا محل النجاسة بس أنت لما الإنسان بيتبرد بيرسل محل خروج البراز بس ولا بيرسل جسمه كله يبقى لي اسمها إزالة نجاسة برضو نعم الطهارة الاستنجاء ده نعم الطهارة بس طهارة اسمها طهارة عينية وهي إزالة عين النجاسة تول لما بيتوضى برضو طهارة بس طهارة حكمية ليه؟ لأنه بيزيل الحدث الحكمي اللي هو أمر اعتباري لا يرى بالعين من أعضاء لم يحل عليها نجاسة أصل في المسلم سيد على شكل كده ده الفرق بين الاثنين والحكمية هي التي جاوزت محل حلول موجبها كالوضوء فإنه تجاوز أي تعدى المحل الذي حل فيه موجبها وهو خروج شيء من أحد السبيلين مثلا إذ لم يقتصر على غتل ذلك المحل بل وجب غتل الأعضاء المعروفة فهمت كلام الشيخ؟ سهل إزاي حلو؟ يبقى أنت فهمت الطهارة بمعنى أعمق شوية هو؟ إن الطهارة دي أنواع كتيرة ده فيه طهارة متعلقة بالمحل وطهارة أخرى متعلقة بغير محل موجده واخد بلد مع أن أنت كنت عايش حطول عمرك بس ما كنتش مقسمها بزهنك بازل تركين يبقى هو عايز يرتب لك زهنك عشان تعرف ترتب الأمور لأن الزهن المرتب ده لما يفاجأ بأمر جديد جد يعرف يصلح حكم الله منه لأنه بقى زهن مرتب بقى زهن فقية تهمت إذا هو عايز يربي فيك العقلية الإنسان الفقية اللي بيه بعد كده لما تترق عليه أمور يبقى مرتب الأمور يعرف يستدل بعد كده على حكم الله في أمور لم ينص عليه منها قولهم إلى آخر كلامه يعني اللي هو فعل ما تستباح به الصلاة أي من تلك التفسير تفسير الطهارة قولهم إلى آخره ومنها وحيجب لك منها أقوال تانية علماء تانيين غير اللي ايه اللي اختاروا الشارح لأنه إحنا بنكلم كلام المحش فالمحش حيقول لك تفسير لمعنى الطهارة عند علماء أخرين غير التعريف اللي جابوا الشارح لزيادة العلم علشان يبين لك وجهات نظر الفقهاء في تعريف الطهارة قول القاضي حسين والقاضي حسين من أصحاب الوجوه عند الشفعية من مشاهيد أصحاب الشفعية ومنها قول القاضي حسين أنها الطهارة دي عبارة عن إيه زوال المنع المترتب على الحدث أو الخدث شفت الجمال الطهارة هي زوال المنع يعني أنت طول ما أنت مش متودي أنت ممنوع من الصلاة صح؟ أول ما توضيت يعني تطهر زال مانع هذا المانع فطرت مقبلا على الصلاة مش كده برضو وأنت جنوب ممنوع من قراءة المصحك ومسه ومن المكتف المسجد ومن الصلاة اغتفل زال المانع فتقدر تعمل الحجم فيبقى الطهارة هي زوال المانع هي زوال المنع المترتب على إيه على الحدث اللي هو موجب الوضوء أو موجب الغسل موجب الوضوء اللي هي الأحداث الصغرى وموجب الغسل اللي هي الأحداث الكبرى والأحداث المتوسلة هنبقى نقولها لما نوصل لها أو الخبث الخبث اللي هي بقى النجاس الحدث اللي هو أمر اعتباري لا يظهر في الأعضاء زي ما قلت لك انت قبل ما تتوضى زي ما انت قبل ما تتوضى بص لنفسك في المراية كده تلاقي نفسك شكلك وحاجة واحدة واخد بالك ازاي صحيح اهل الله بيعرفوا الفرق بين المتوضع ومن غير المتوضع دي بنور البصير لكن احنا بنتكلم على الانسان المعتاد الانسان المعتاد ما بيتغيرش شكله قبل وضوءه من بعد وضوء صح ولا لا لكن لما يبقى الانسان ده على جسمه نجاسة فلو بص في المراية شوف النجاسة على جسمه يروح شايلها يبص في المراية هي راح يبقى اسمه الخبث يهمت اماذا بالخبث ده يرى بالعين زوال المنع المترتب على الحدث اللي هو الامر الاعتباري الذي لا يرى بالعين او الخبث وهي النجاسة التي ترى بالعين لان برضه الامر الخبث ده اللي يرى بالعين مانع برضه لان لا تستطيع ان تصلي على بدنك نجاس او على توم كنجاس او في المكان اللي حتصلي في نجاس فيبقى لازم تشيل هذا لانه ده مانع برضو يعني انت لو متودق والبست ثوب في نجاسة برضو ممنوع من الصف فيبقى ما زال هناك مانع لما تاخد بقى الثوب ده ترسله عشان تطهره من نجاسة اسمها طهرة برضو يعني الطهرة ممكن تكون بإزالة النجاسة وممكن تكون بإيه بالوضوء وممكن تبقى بالغز وممكن تبقى بالتيمم تبقى بالثور المختلفة دي يبقى القضي حسين بيقول انها زوال المنع المترتب على الحدث او الخبث وان شئت قلت ارتفاع المنع المترتب على ذلك زوال المنع او ارتفاعه خد بالك ان في فرق بين الارتفاع والدواج زوال المنع النزل بالفعل ليس له اصل وارتفاع المنع قد يرتفع المنع مع بقاء المانع زي ايه زي دائم الحدث دائم الحدث ذا اللي هو عنده ثلاث بول على طول نازل منه او انفلات ريح على طول ده لما بيتوضى بينوي استباحة الصلاة ما ايه ما زالش الايه ما زالش المنع المانع لكن ارتفع المنع ارتفع مع بقاء المانع عشان كده العلماء عندهم دقة فهم لغتهم لما القضي حسين لما بيقول انها زوال المنع المترتب على الحدث او الخبث قالوا له طب انت كده ما دخلتش دائم الحدث صهارت دائم الحدث المستحادة واللي عنده ثلاث بول وانفلات ريح لانه حدث مستمر ما زالش يبقى انت حقق تقول ارتفاع المنع عشان ارتفاع المنع ده حيدخل لنا زوال الحدث واخد بالك ازاي واستباحة الصلاة مع بقاء الحدث يبقى دخل الصورتين تقيمت ازاي شفت بقى الناس كان عندهم علم دقيق ازاي وعندهم جمال وحلاوة في فهم اللغة لان لولا هم عملوا كده وكان ضاع الدين من ان لولا ان هم عملوا كده العلماء دي كانوا ضاع ما كناش نعرف نقعد قاعدة زيدي فجذام الله عنا خير وانشئت قلت ارتفاع المنع المترتب على ذلك وهذا باعتبار اطلاقها على الوصف المترتب على الفعل وده كله باعتبار اطلاق الطهارة على التطهر اللي هو الوصف المترتب على الفعل يعني باعتبار اطلاق الوضوء وهو مصدر على الفعل نفسه وانت بتتوضع فهمت ازاي؟ الطهارة ده امر مصدر كده عام فانا بطلقه على ايه؟ بطلقه على التطهر بطلق الطهارة على التطهر على الفعل المترتب عليه كل دي برضو عشان يحسسك بمعاني اللغة تبع عندك دقة في ايه في مرامي اللغة وهذا باعتبار اطلاقها يعني اطلاق قلمة الطهارة على الوصف المترتب على الفعل واما تعريف الشارع فهو باعتبار اطلاقها على الفعل نفسه لان هو الف اتعريفها هنا فعل ما تستباحه ديه الصلاة فعل فعرف الطهارة بالفعل تفهمت ازاي؟ مع ان الطهارة هي ما يترتب على الفعل يعني ما يترتب على اني امسك المية كده واجريها على عضائي اللي هو الفعل الغسل نفسه بيترتب عليه الطهارة فرح نسمي الغسل نفسه اللي هو الفعل نفسه طهارة تفهمت المعنى الدقة يعني عايزي بيين لك فهنا القرح رسين عرفها من وجهة نظر والشارح عرفها من وجهة نظر الفعل نفسه القادر عرفها من وجهة ما يترتب على الفعل وهي زوال المانع او ارتفاعه والشارح عرفها بالفعل نفسه يبقى واحد عرفها بما يترتب على الفعل والتاني عرفها بالفعل نفسه تفهمت ازاي؟ تفهم اللافتة؟ طيب الحمد لله بالشفاء وأما تعريف الشارح فهو باعتبار اطلاقها على الفعل وكل من هما خاص بالطهارة الواجبة دون المندوق شوف بقى هنا العلماء بيقولهم بس انت لما بتقول لي كده ان هي ارتفاع المانع او زوال المانع على الخلاف المترتب على الحدث او الخبث طيب ما في حاجة اسمها تجديد وضوء تجديد الوضوء ده اصلا ده انا متوضي فخرجتلي انت تجديد الوضوء من الطهارة وهو برضو صورة صورة الوضوء اللي فيه في الطهارة وانا عايز تعريفي دخلي الحاجات اللي هي في شكل الطهارة وليس الطهارة زي غسل الجمعة انا باغتصل للجمعة وانا ما عنديش جناس يبقى ما ازلش مانع ولا رفع مانع لانه اصلا ما كانش فيه مانع فانت ازاي يبقى انت كده بتعريفك ده خرجتلي الاغسل المسنونة وخرجتلي تجديد الوضوء ومش كده وبس زي انت خرجتلي الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء نفسه دخلتلي الغسلة الاولى بس اللي هي بتوزيل الحدث انما الثانية والثالثة بس هنا يبقى انت كده كأنك عرفتلي الطهارة بمفهوم ضيب جدا وهي الطهارة الواجبة بس مش الطهارة المندوبة خلت بالك شوف العلماء بيقعدوا ينقشوا بعد ازاي وحلوين ازاي هو عايز يجبلك تعريف يدخلك كل الطهارة الواجبة والمندوبة عشان ما اقول الطهارة كده اروح ايله يدخل تحتي كل ايه كل افراده لان التعريف كده المفروض يبقى جامع مانع يجمع كل افراده ويمنع دخول الغريب فيه يبقى جامع لكل افراده ومنع لدخول ما ليس منه يسموه جامع مانع وعرفها الشيخ ابن حجر بتعريف يشمل الواجبة كالغتلة الاولى في طهارة الحدث والخبث والمندوبة كالاغسال المندوبة والوضوء المجدد والغتلة الثانية والثالث فعرفها لما من حجر تعريف ثاني قال فيها ايه وهو انها فعل ما تترتب عليه اباحة ولو من بعض الوجوه فعل ما تترتب عليه اباحة ولو من بعض الوجوه يبقى كده عرف الواجبة صح ما جابش المندوبة ليس موما خلص افر فعل ما تترتب عليه اباحة ولو من بعض الوجوه نحو التيمم ايه ولو من بعض الوجوه ليه علشان يدخل طهارة دائم الحدث فهمت ازاي؟ لانه هتبحلو من وجه الاباحة ولكن ما ايه ما ترفعش حدث علشان كده بقول من بعض الوجوه علشان يدخل الطهارة الانسان السليم اللي بيرفع حدثه خالص وطهارة المريض اللي هي بيصلي مع بقاء الحدث علشان كده اقول لك او ايه من بعض الوجوه نحو التيمم لان التيمم يبيح الصلاة مع بقاء الحدث لانه ليس رافع للحدث التيمم كده او ثواب مجرد او ثواب مجرد يبقى دخل ايه المندوب والغسلة الثانية والغسلة الثالثة والمندوبات يبقى لما قال او رح مدخل البيض او ثواب مجرد نحو الوضوء المجدد ولو زيد عجز هذا على ما ذكره الشارع يعني لو زود او ثواب مجرد على اللي قاله الشارع بعد كده لكان تعريفه جامع لان تعريف الجامع تعريف الشارع كان تعريف برضو واخد الواجبة بس وخرج منه المندوب فبيقول لو كان قال الحتة الاخيرة بتاعت ابن حجر الاخيرة دي اللي هي ايه او ثواب مجرد يوحط لي بس في الاخر كده او ثواب مجرد فعل ما تستباح بيه الصلاة اي من وضوء وغسل وتيوم وازالة نجاسة او ثواب مجرد لو قال كده يبقى ده خلاص جامع مانع لكن الشيخ في تعريفه الشارع ما قالش الحتة دي فتبالك زي بيعودوا ينقشوا بعضهم ولو زيد عجز هذا على ما ذكره الشارع لوفى بالمراد وهذا اخصر من تعريف النووي وده اخصر يعني اكثر اختصار من تعريف الامام النووي للطهارة الامام النووي ليه تعريف ثاني للطهارة قال فيها ايه الامام النووي ليه تعريف طويل شوية للطهارة بيقول هي رفع حدث او ازالة نجاس او ما في معناهما او على صورتهما شوه الامام النووي كمان موفقه كبير الصهارة عنده ايه بقى تعريفها هي رفع حدث يبقى هنا بيتعرف الصهارة الوجبة او ازالة نجاس بيعرف رفع النجاسة العينية اللي هي الطهارة العينية يبقى رفع حدث الطهارة الحكمية وازالة نجاس الطهارة العينية الوجبة او ما في معناهما اللي هي استباحة الصلاة مع بقاء الحدث تهمت ازاي او النجاسات المعفوة عنها لانك ممكن تصلي بعض النجاسة معفوة عنها زي واحد مجروخ وعليه ضماضة والضماضة نشعى الدم نجاسة هي بس معفوة ما هيصلي ديه تهمت ازاي او على صورتهما او تبقى حتى على صورتها علشان يدخل الاغتال المسنونة والايه والغتلة الثانية فيبقى الامام ان هو بالطريقة دي رح اعمل لك تعريف جامع مانا فالذي في معنى رفع الحدث التيامو ايو سيد جميل ايو انا معك مو كل تعريف جميل هو بيبديلك ملمح مو على حسب فقه الفقه لا شك الامام النووي اكثر فقه من امام بن حجر والامام بن حجر اكثر علما بالرجال من امام النووي فكل واحد بيبقى ايه وان كانوا هما ده فعصر وده فعصر فكل واحد بيديك ملمح على قدر ايه فقه ففيه ناس غلب عليهم الفقه وناس غلب عليهم علم الحديث وناس غلب عليهم علم التفسير واللغة وهكذا زي الامام الشافي غلب علي الفقه اكثر من الحديث مع انه ليه مسمد الامام الشافي المام احمد بن حجر غلب علي الحديث على الفقه وهكذا فتلاقي ايه كل واحد برضو بتغلب عليه حاجة اكثر من التاني فالإمام النووي اللي غلبت الفقه عليه تلاقي تعريفه جميل برد في الشف بيقوله رفع حدث أو إزالة نجة أو ما في معناهما أو على صورتهما فالذي في معنى رفع الحدث التيامم لأنه يبيح مع بقاء الحد ده التيامم ونحوه كوضوء صاحب الضرورة لكونه يبيح إباحة مخصوصة بالنسبة لفرد ونوافذ والذي في معنى إزالة النجة في الاستنجاء بالحجر الاستنجاء بالحجر ده بيزيل النجاسة بس بيزيل عين النجاسة ما يشيلش أثرها لما تجيب الحجر كده وتمسح به مكان البول أو البراز ده بيزيل عين النجاسة لكن ما بيزيلش أثرها يعني لو واحد عرق وجاء العرق على مكان الاستنجاء بالحجر يقوم يسيح المية دي بتاع العرق على أثر النجاسة تنتشر النجاس وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لان الصحابة كانوا غالبهم كان بيستعمل الاحجار لانهم كانوا في بيئة المية فيها قليلة وما كانواش بيلبسوا ملابس داخلية لسه ما كانش عنهم الكلسون اللي احنا بنلبسوا ده فكان الواحد منهم مما ييجي ينام وينام في بيئة حرة يعرق والعرق يروح نازل على اثر النجاسة الباقية في المحل بعد ازالة عينها بالحاجة تقوم تنتشر النجاس فهم قال لهم ايه اذا قام احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده شفت جمال النبي علشان ممكن وهو نايم يهرش اما ييجي يهرش العرق ساح على اثر النجاسة فنشر النجاسة تقوم ايده تتعاط تتنجس يوم اما ييجي يقوم يوحططها في الاناء ينجس الاناء شفت الجمال الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة فهمت ليه اما يقوم من النوم لازم يغسل يده ثلاثا قبل ان يغمسها في الاناء لانه لا يدري اين باتت يده لانه ممكن واحد يهرش وانايم فعرفنا من الحديث ده فقه كبير او ان الاحجار لا تزيل الا عين النجاسة ولا تتير اثر وان لما ييجي العرق يختلط على اثر النجاسة يقوم ينجس وان الايد لما تيجي عليها تتنجس وان الايد لما تطرق على الماء تنجس يعني النجاسة لما تطرق على الماء تنجس وان الماء لما يطرق على النجاسة يزيلها يعني ورود النجاسة على الماء تنجسه وورود الماء على النجاسة يزيلها كل ده عرفنا من فق الحديث في فرق من ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء انتهت البولر ميه في الماء نجستها تبقى الماء يرميه على البولر تتهت صح ولا لا يبقى ورود النجاسة على الماء ينجس وورود الماء على النجاسة يزل كل دي رحمات وعرفنا منها قعدة ثانية تنزلت المظنة بمعنى المئنة تنزلت المظنة مقام المئنة شوفت جمال المظنة يعني الظن والمئنة التأكيد مش إنه دي من حرف التأكيد ونص انت وانت نايم مش متأكد انك هرشت على موضع النجاس صح؟ ده ظن بس فالنبي خلى المظنة في مقام المئنة في مقام التأكيد يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استعمل المظنة في مقام المئنة فذل على أن الظن يتعبد به فصارت كل علوم الفقهي قائمة على الظن مش على العلم اليقين شوفت الجمال الحلو كل ده من حديث النبي الحلو ده شوفت الفقائي تلعوا منه علوم كثيرة وهو حديث بسيط جميل سهل لم يمتحن بما تعي العقول به فلم نرتب ولم نهي صلى الله عليه وسلم وعلشان كده احنا قلنا والذي في معنى ازالة النجاسة الاستنجاء النجاسة الاستنجاء بالاحجار لا يزيل النجاس عشان كده بيقولك اوثم ما في معناه لانه هو يزيل عينها ولا يزيل اثاره ولكن الاستنجاء من الطهارة فالإمام نهي عايز يدخله فهمت ازاي سأل او ما في ايه او ما في معناه لكونه يبيح اباحة مخصوصة بالنسبة لصلاة فاعلي والذي على صورة على صورة رفع الحدث والذي على صورة رفع الحدث او على صورتهما مش بيقولك كده يدخل فيه الارسال المسنوق المندوبة والوضوء المجدد والغسلة الثانية والثالثة وتهارة الحدث فيه تهارة الحدث والذي على صورة ازالة النجاس الغسلة الثانية والثالثة من غسلات النجاس الغسلة الثانية والثالثة من غسلات النجاسة دي على صورة ازالة النجاسة لكن ما بتزيلش نجاسة ما النجاسة بشالت في الغسلة الاولى فيمس زي لكن دي على صورة قال هو فعل ما تستباح به الصلاة ده تعريف الطهارة عند الشارح كل اللي فده تعريف الطهارة اللي نقل المحشي عن القاضي حسين وعن ابن حجر العسقلاني وعن الإمام النور هنا بقى الشارح اختار تعريف ثالث فهمت ازاي قال ايه الفعل ما تستباح به الصلاة اي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاح فعل ما تستباح به الصلاة يعني عرف الطهارة بالفعل نفس مش بأثرها الثاني عرف الطهارة بأثرها ازالة منعه ورفحه ده أثرها لكن هو عرف الطهارة هنا بالفعل نفس فأتبالك اي فعل الذي فعل الذي فعل ما تستباح عايز يقولك فعل الذي يعني ما دي موصولة شل ما وحط لك اللذي علشان يعرفك ان ما دي موصولة مش ما ناسية ولا ما الحجزية اللي بمعنى ليس ولا ما الشرطية ما تفعله من خير ان يعلمه الله ما دي ما برضو ولا هي ما الاستفامية ولا هي أي ما من دي دي ما دي الموصولة في ما الموصولة فعايز يقولك دي ما الموصولة اللي بمعنى اللذي فيقولك أي فعل الذي أو شيء فعل شيء يعني هي بمعنى اللذي أو بمعنى شيء فأنت ازاي عايز يقولك ان ما دي بمعنى اللذي أو بمعنى شيء أي فعل الذي أو شيء تستباح به الصلاة فعل شيء تستباح به الصلاة فعل ما تستباح يعني فعل شيء تستباح به الصلاة أو فعل الذي تستباح به الصلاة قد تبقى لحضرتك فما اسم موصول أو نكرة موصوفة لو قال شيء تستباح به الصلاة بقت نكرة موصوفة ولو قال بمعنى الذي تبقى اسم موصول يبقى على الاثنين تأدي المعنى فهي تحتمل أنها تبقى نكرة موصوفة شيء تستباح به الصلاة فشيء دي نكرة موصوفة لأنها تستباح به الصلاة سهمت ازاي أو ما بمعنى الذي اسم موصول وعلى كل فهي بمعنى الفعل فإضافة الفعل إليها فيها تهافت يعني قال إضافة الفعل إلى الطهارة في تهافت ضعف وأجيب دفع عن الشيخ يعني بأن الإضافة للبيان بس ده هو يقصد يبين يا جماعة ما تدقوش على الشيخ ما تقولوش التكلمك ضعيف ده هو يقصد يبين وأجيب بأن الإضافة للبيان أي فعل هو ما تستباح به الصلاة الفعل نفسه في الآخر يؤدي إلى فعل هو ما تستباح به الصلاة فلا تهافت وبأنه يرد بالفعل المعنى المصدري وهو وضع الماء على الوجه مثلا وبما تستباح به الصلاة المعنى الحاصل بالمصدر اللي هو المعنى الحاصل بعد الوضوء إن كنت استبحت الصلاة فحصل بالطهارة استباحة الصلاة وهو الأثر الناشئ عن ذلك من وضوء وغسل وتيعمم وإزالة نجاسة دي ايه؟ مقاصد الطهارة يبقى الطهارة لها مقاصد أربعة ولها وسائل ولها وسائل وسائل الطهارة لها مقاصد ولها وسائل ولها وسائل وسائل الطهارة مقصدها هو الوضوء او الغسل او التيمم او ازلت النجاس يبقى مقصدها اربعا مش هي الطهارة كده هتخرج عند دول ما تخرجش عند دول يبقى مقصد الطهارة هي انك انت تتودق او تغتسل او فقدت الماء فبتيمم او في نجاسة مش حدث عينية تبقى ايه ازلت نجاس سهلة دي مقصد الطهارة طب ووسائلها وسائل الطهارة ان انا استعمل المية المية هي وسيلة الطهار يبقى الماء وسائل الطهارة الماء طيب ما فيش مية التراب يبقى وسيلة ثانية واخد بقى الحبر في الاستنجاب والدابغ في الدباغ لان جلود الميتة نجسة يطهرها الدباغ بالدابغ يبقى الدابغ من وسائل الطهارة طب وسائل الوسائل الانية هو أنا المية هاجيبها في إناء صح ولا لأ ولا هاجيب المية فيين يعني مش لازم أجيب المية في جردل ولا في حلة ولا في أبريق ولا في حنفية ولا لازم أجيبها في حاجة لأن المية أصلا حاجة هلامية كده ما تتنسكش فلازم تجيبها في شيء يبقى الأواني من وسائل الوسائل فهمت إزاي؟ وعشان كده لازم في الطهارة يجيب لك أنواع الأناية وأنية الزهب والصدة ولا يجوز استعمال الزهب ليه؟ لأنها وطيلة وطيلة الطهار فقيه يقول لك هو إيه جايب لي يتكلم لي على الحلل والأواني في وسط المية إيه اللخبطة دي؟ هو مش فاهد هو ترتيب الفقهاء ترتيب مرتبة طب ما قلت يا مسكين هتجيب المية في إيه؟ ما أنت هتجيبها في إناء؟ لازم يكلمك على الأناية لأنها وسيلة الوسيلة وإحنا عارفين أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد فهمت إزاي الوسائل؟ أنت مقصودك الطهارة والطهارة عندي واجبة يبقى تحصيل الماء واجب لأن الماء ده وسيلة الطهارة فصارى حكمه حكم الطهار فصارى تحصيله واجب فهمت إزاي وأنا كذب؟ أنا ما أقول لك هتلي القميز بتاعي اللي فوق السطوح يبقى لازم تطلع السلم أنا قلت لك اطلع السلم يبقى لازم تطلع مع أن أنا ما قلت لكش اطلع السلم فهمت إزاي؟ لأ لأنه مش حقير يعني يبقى السلم ده اللي طلعك للسطوح صارى واجبا من أجل إيه؟ تنفيذ الأمر فعلى شكرة يقول لك الوسائل سأخذ حكم المقاطب واخد بالها حضرتك شفت العلم لم يقعدوا لك الحاجات تقوم يرسبهم أخر نحن قربنا نخلص الحفة دي وحننمشي لهم الحفة كل كل ده وقت إضافة من وضوء وغتل وتيمم وإزالة نجاسة بيان لما تستباح به الصلاة وهذه الأربعة هي مقاطب الطهارة يبقى الأربعة دول مقاطب الطهارة وأما وسائلها فهي أربعة أيضا الماء والتراب وحجر الاستنجاء والدابر اللي يقول لي الخامس يبقى جانب يلا متطلب لا التراب ما يدخل مع الرم ها فكروا بسرعة كده يلا الاستحالة أصداد الميز الاستحالة الخامسة الاستحالة هو ما قاله هاش شيء هو أيلنها الكتب تاني الاستحالة إن الخامس إذا استحالت إلى خلطه صح؟ تتحول فالاستحالة هو التحول فالاستحالة من وسائل الطهارة عندك خامر عايزة طهارة تعمل ايه؟ تسيبها لما تتحول إلى خل فإذا تخللت طهارة يبقى من وسائل الطهارة الاستحالة فبتبقى لك إزاي؟ حلوة دي؟ حطها خمسة جنب الشيف كده هي مكتوبة في كتب تاني أه؟ لا لا التكثيف لما تجف النجاسة لا تطرف لا إسجافها في النجاسة لا يطهيرها لا يطهيرها شرعا وإن كان يزلها عينا واخد بالك إزاي؟ بدليل أن البراز الجاف يمضى النجس برس يعني حط روس كده وجففه في الشمس يبقى ناشف خارس كده وممكن تعمله كده يبقى تراب لكنه ما زال نجس فالتبالها بلقيتك؟ فالشمس لا تطهر عندنا لكن عند الأحناف تطهر بس مش دي تطهر الصعيد الأرض وعشان كده كل جاف تطهر مش الناس يقول لك كده العوامل؟ يقول لك كل ناشف طهر يا راجل مش الناس يقولوا كده؟ كل ناشف طهر يعني كل جاف بالشمس طهرة في الصعيد يعني لو أنت عايز تروح تصلي الرسول فالسلام يقول جعلت لي الأرض مسجداً وطهور فاختر حتة في الأرض جافة وصلي عليه هذه معنى كل جاف تطهر فهمت المعنى؟ كل جاف تطهر لكن افرد أن أنا عارف أن البقعة دي بالا فيها كلب بارش شفته شفته بيبول في الحتة دي وبعدين الشمس حمية تهد تاني يوم رقشة صلى أنا في البقعة دي لكن لو واحد ما شافش الكلب يصلي صلاته ضحيح واللي شاف الكلب صلاته باقي شفت إزاي بقى؟ لأن ربك سبحانه وتعالى بيعاملك بالرحمة مش بواقع الأمر عارف لو بيعاملك بواقع الأمر كان يبقى كل واحد يصلي في البقعة دي صلاته باقي كل واحد لأن وقع الأمر بيعدي نجس لكن ربنا سبحانه وتعالى يعملك بمع علمك بعلمك انت التاني شافها ناشفة فعند حص نظام فقال دي طهرة كل ناشفة طهرة الله هو أكبر روح يصلي ومشي صلاته صحيح انت بقى عشان ساكن جنب البقعة دي فشفت الكلب وانت بارح نروح بيتك فعارف الحتة دي جرالها ايه فنصليش انت فيه تبقى لها بيتك إلا لما عند الأحناف يقول لك ولا حتى تريق عليها ماء ده انت لازم تشيل التراب ده وتردمها بتربجيه لكن الشافية يقول لك جرد الماء ومشي حال وقال لك أريق عليها دلوا من ماء زنوبا من ماء في الرجل الأعرابي اللي وقف وباله في مسجد النبي معروف جزاء الله خير لأنه لما عمل كده عرقنا ازاي نزيل النجاح يعني وربنا برضو لما ركتب المسألة دي وان كان هي شكلها كده بيّن حلم النبي وحسن خلقه مع الناس ورأستي وشفاقتي وبيّن برضو ان العرب ما كانتش تفهم حاجة خالص قبل ما النبي يعلمهم بيّن لنا حكم فقه كبير برضو فجزاء الله عنا خير يبقى وأما وسائلها فهي أربعة أيضا الماء والتراب وحجر الاستنجاء والدابر وقلنا تاني الاستحال الخمس لو واحد يقول له الثالث يبقى كوي الثالث لا ما استخلوا للاستحالة الاكثار الاكثار قلناها زمان في القيدبات الاكثار يعني انت عندك الكوباية دي كان فيها مية طهرة ام راح واد من العيال الصغيرين اللي قاعدة تجري كتبتاعة هنا موجودة فراح ايه اتبول في الشرع كده وراح في الاخر جاب لك نقطتين فيه ما واد ماشي كده بقى ايه بيتبول بيرش فراح جايب لك نقطة بول فيه الله نجسك خلاص حتى ولو مغيرش طعمها ولا رح ما هي نقطة بول في الشتاء يعني منعيل طوله نرع يشرب مية لا ليها ريح ولا طعم ولا حاجة خالص يعني حتى لو لو بستته وشميت ما تشمش حاجة خدت بالك جات فيها نجستها بالرغم انها لم تغير لونها ولا طعمها ولا رح لانها ماء قليل الماء القليل ينجس بورود الماء النجاسة عليه ولو لم تغيره تهمت ازاي ده حكمه عند الشفعية كده تقومت طهر ده الماء دي ازاي كبها في الترعة طهرت او زودها لحد ما توصل قلتين يعني تبدل تزود تزود عليها لحد ما تملى بانيو خلاص طهرة تتوضى به يبقى الاكثار من ضمن وسائل الطهر ودي بتفيد لما تبقى الماء قليلة لما تبقى انت في بيئة الماء قليلة فيها بتلاقي الحاجات دي غالية تلاقي الماء بالنسبة لك دي غالية احنا كمنين عندنا النيل والحمد لله تقول لك عم رمي يا عم وهاذ غيرها اكثر الكوباية وهاذ غيرها لكن احنا بنتكلم لما تبقى في بيئة الماء فيها قليلة او انت في حرب ومش احنا نحن نحارب بقى ونجاهد الكفار وممكن نتعرض لقلة مياه وعايزين نصلي نعمل ايه امتى تيمم وامتى استعمل الماء القليلة وامتى لو جات نقطة نقطة دم من جريح في برميل الماء اللي احنا جايبينه معنا في المعركة عشان نتوضى منه امتى استعمله ولا يبقى كده باز مني ولازم اتيمم ولا اعمل ايه الاحكام دي كلها هتقابلك في الجهات في سبيل الله والخروج في الصحاري والحاجات دي كلها وانحنا كنا نحن بيعايزين نجاهد بس قبل ما تجاهد تتعلم ازاي احكام دينا عشان نما تتعرض لعزين المواجهب تتعرف تحلاتك والاجتهاد واما الاواني والاجتهاد فهم من وسائل الوسائل الاجتهاد والاواني دي وسائل الوسائل الاكتهاد يعني ايه انا عندي عشر كبايات مية ما حلفيش غيرهم في البيت كله بل في الحي كله وبعدين قالولي ده فيه كباية من العشرة دول فيه عيل الصبح كانت بول وجاب نقصة بول فيه بس احنا ما نعرفش عن كباية تهمت ازاي والكبايات كلها شكل واحد موديل واحد وشكل واحد وبعدين انا ادن الادان وما ينفعش ان انا اتوضع في وجود ماء اتيمن في وجود ماء يعني ان عندي مية بس انا مش عارف انا اللي طهر فيها واني اللي ناجس فانا محتار وفي نفس الوقت انا دهرش اتيمن في وجود ماء يبقى انا مطلوب مني ان انا اجتهد اشوف الماء الناجس من وسط ده اجتهد بقى بامارة اشوف مثلا الكبايات اللي على الحر اكيد هي اللي طالها والكبايات اللي في القلب بعيد اكيد دي بعيدة او ده افكر بقى اجتهد ازاي اي وسيلة او الكباية دي شكلها كده معكر شوية لا كبايات دي رايقة شوية يبقى بقى شر معكرة اخذ رايق ده اسمه الاجتهاد ده من وسائل الوسائل ده اسمه ايه من وسائل الوسائل وصورته ان يشتبه عليه ماء طاهر او طهور بغيره فيكتهد ويستعمل ما ظنه طاهرا او طهورا الحكاية دي لما يبقى يشتبه عليه ماء طاهر وطهور يعني ماء طاهر غير مطاهر وطهور انما الصورة اللي قلتلك عليها دي لو ما فيش امارة لو ما فيش امارة لان ده ماء ناجس بقى وماء طاهر دي غير الصورة اللي قلقى لها الشيخ هنا هنا اقيل لك ماء طهور وماء طهر يعني ماء استعملت وضوء وماء لم يستعمل في وضوء وحسوكين جب بعض في إناءين انا مش عارف ايتي يبقى في الحالة دي اتوضى بالإناءين اتوضى الحل بتاعها ان انا اعمل ايه اتوضى من الإناءين لان انا لو اتوضيت بماء طهر هيبقى طهر غير مطاهر يبقى الوضوء ده مش نافر وتوضيت بماء طهور يبقى الوضوء نافر انا متأكد ان واحد منهم طهور لكن مش عارفه اروح متوضي بنا ومتوضي بنا يبقى انا اكيد اصبت الطهور واروح نصلي دي حلات طيب لما يبقى اشتبع علي إناء ناجس وإناء طهر زي الصورة الاولانية والثالث اعمل ايه وما فيش امارة فيش اي امارة عارفة جده وانا ما ينفعش اتيمن في وجود المياه اعمل ايه اروح كابب ده على ده وكبه وعمة يمن اه عشان يبقى ما عنديش مي هو ده الحل اروح حط الدهو كابب ده عمد ده واركبه وقل منك لله يلي عمل كاببه يبقى اين متيمن خلت بالك يبقى حل كده عشان ما ينفعش تتيمن في وجود ماء بس انت ما تعرفش عين الماء الطاهر تعمل ايه يبقى خلط رق كله يبقى دي اللي هحل ودي اللي هحل دي اسمع وسائل الوسائل ونقف ونكمل ان شاء الله يوم السلساء القادم وجزاكم الله خير عشان في شخص